السلام عليكم ومرحبا بكم أنا ضياء قدور معكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست في حلقتنا اليوم نستضيف شخصية إعلامية ثورية فلسطينية شاركت مؤخرا في المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية عبر الأونلاين في ذاريس حيث قام بتغطية المؤتمر ضيفنا الكريم في حلقتنا اليوم هو الأستاذ أحمد مراد رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا المختصة بالسياسة والناشطة في ملف حقوق اللاجئين ومتابعة قضايا التطرف الدنيا والسياسي قبل أن نبدأ حوارنا مع الأستاذ أحمد مراد دعوني أقدم نبذة عن المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية الذي شارك فيه ضيفنا الكريم هذا المؤتمر هو حدث دولي بارز يجمع شخصيات سياسية وبرلمانية وحقوقية من مختلف أنحاء العالم لضعم قضية الحرية والديمقراطية في إيران يعقد المؤتمر السنوي بحضور السيدة مريم رجوي رئيسة المنتخبة الجمهورية من قبل المقاومة الإيرانية للمرحلة الانتقالية في دورته الأخيرة حظي المؤتمر بدعم أكثر من أربعة آلاف برلماني من مختلف دول العالم بما في ذلك أربعة وثلاثين أغلبية برلمانية كما شهد المؤتمر دعما وتأييدا واسعا من داخل إيران حيث تم إرسال أكثر من عشرين ألف رسالة من وحدات المقاومة داخل البلاد ومن بين الشخصيات البارزة التي حضرت المؤتمر كان مايك بينيس نائب الرئيس الأمريكي السابق ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية السابق بالإضافة إلى عدد من القادة السابقين بداية نرحب بالأستاذ أحمد مراد في برنامجنا ونشكره على قبول دعوتنا وأتوجأ إليه بسؤال أول استاذ أحمد شاركتم في مؤتمر القمة السنوي المقاومة الإيرانية من أجل إيران الحرة 2024 التي عقدت في باريس عبر الإنترنت سؤالي هنا كيف رأيتم هذه القمة في ظل الأحداث السياسية الجارية في إيران والمنطقة وهل أوصلت رسالتها تحياتي أستاذ المشاهدين والمتابعين والمقاومة البطلة حركة مجاهدي خلق ضد الاحتلال الإيراني لجغرافيا إيران السياسية صراحة هذا المؤتمر كان كما تفضلتم في توقيت حساس لألغاية تزامن مع الانتخابات الإيرانية عقب اغتيال الرئيس السابق لإيران هو ووزير خارجيته وكل من كان معه في طائرته التي لا يعلم أحد تفاصيل هذه الحادثة إلا من قام برسم وضغطية هذا المخطط ثم جاء بعد ذلك الرئيس الذي يقال عنه الرئيس المحافظ بزجتيان فبالتالي كان هذا المؤتمر في مرحلة دقيقة لألغاية حركة مجاهدي خلق كما عودتنا كل عام يجب أن يكون مؤتمرها الذي يكون له حشد مميز وحضور مميز وحركة شارع واضحة في العديد من العواصم الأوروبية هذه المرة كانت في برلين وأيضا تزامن مع حضور عدد من الشخصيات الأمريكية التي كانت مؤثرة والتي يعتقد أنها لربما تكون مؤثرة أكثر في المرحلة المقبلة خاصة في حال عودة رئيس الأمريكي دونالد ترامب فأنا أرى هذا المؤتمر توقيته كان هام جدا الاستمرار في هذه الحالة التضامنية الحالة التظاهرية الحالة الوجودية شأنها شأن العديد من حركات التحرر العالمي كما في سوريا كما في فلسطين كما في العراق في العديد من الدول المنكوبة بإن كان خاصة بالاحتلال الإيراني فأعتقد أن الاستمرار والمضي قدما بهذا المؤتمر هو شوكة في حلق هذا النظام الذي اعتاد الإجرام بكل طياته وبكل حالاته وبكل تحركاته السياسية أو تغييراتها إن كان رئيسي أو إن كان بزشكيان أو إن كان أي أحد آخر تبتخالي المؤتمر حتما بالغ الأهمية عفوا لا يوجد صوت طيب أستاذ أحمد عفوا يعني أنتم تعلمون حجم المؤامرات والقيود المحاكة ضد المقاومة الإيرانية من قبل تيار الاسترضاء الغربي والمهادنة منذ وصول المنالي إلى السلطة بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي رافقت مسيرة منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية على ضوء ذلك كيف تقيمون المؤتمر من الناحية السياسية والتنظيمية والإدارية وحجم الحضور والمشاركة كما أسلفنا سابقا صراحة دائما تبهرنا حركة مجاهدي خلق بالتنظيم العالي أنا صراحة حضرت مؤتمر 2023 وقتها كان في باريس يعني أنا لم أتصور ولم أتخيل أن ما تقوم به حركة مجاهدي خلق صراحة هو جهد دولة وليس جهد جماعة أو حركة أو مجموعة من الأشخاص الجهد الذي تقوم به والتنظيم العالي أنا حضرت العديد من المؤتمرات في العالم بصراحة المؤتمر الذي جاهدته هو التغطية الإعلامية والاهتمام بالشخصيات والاهتمام بالحضور والاهتمام بكل ضيف بناء على خصوصيته الخاصة هذا يؤكد أن الحركة على خبرة ودراية كبيرة لألغاية بالتعامل مع أدق التفاصيل المتعلقة بتنظيم مؤتمر فبالك بدولة فبالك بإدارة شعفة فبالك بأكثر من ذلك عفوا ما كان الشقة الثانية من السؤال الشقة الثانية من السؤال هو يعني كيف تقيمون المؤتمر من الناحية السياسية والتنظيمية والإدارية وحجم الحضور والمشاركة أنتم تحدثتم عن الناحية الإدارية نعم جانب التنظيمي بالتالي بصراحة كما تفضلت الشخصيات الأمريكية التي حضرت إن كان مايك بينس أو غيره العديد من الوفود الأوروبية العديد من الوفود حتى العربية كانت حاضرة موصلين برلمانات وزراء سابقين يعني يدل هذا الشيء على أن هو شوف سيد الكريم الاستمرار الاستمرار بهذا المؤتمر الاستمرار بهذا الزخم الاستمرار بالحضور الشخصي للسيدة البطلة مريم رجوي أنا أراه صراحة هو انتصار الحشد الذي تحشده تحشده حركة مجاهدي خلق صراحة إيران ونظامها السابق والحالي ومنذ تأسيسه يحتاج لعشرات السنين لأن يكون عنده هذا القدر من التواصل مع هذه الشخصيات المحورية والمؤثرة على مستوى العالم متى ستؤثر كيف ستؤثر هذا موضوع آخر ولكن هذا الحشد النخبوي هذا يدل على أن هذا المؤتمر شوكة في خاصرة وفي حلق وفي كل أجزاء هذا النظام تؤرقه ودائما عمله أنا رقبت السنة الفائتة عمل النظام الإيراني على إفشال المؤتمر عمل على إبطال المظاهرات هذا العام لم يستطع أن يقوم بشيء ولا حتى العام السابق ولا سابقا في العام 2018 تجرأ أسد الله أسدي أسد الله أسدي كان السفير أو أعفوا آسف السكرتير الثالث في سفارة سفارة إيران في النمسا بمحاولة تفجير هذا المؤتمر وحكم عليه بالسجن المؤبد في بلجيكا ولكن تم التفاوض عليه في مرحلة متقدمة هذا دليل على أن النظام يهمه النظام الإيراني يهمه إفشال وإبطال هذا المؤتمر بأي طريقة أو بأي ثمن كان وإن كان من خلال العمل الإرهابي داخل الأراضي الأوروبية نعم طيب أستاذ أحمد يعني بالعودة لتظاهرة برلين ما هو تقييمكم وتفسيركم لتظاهرة برلين وفعالياتها التي رافقت انعقاد القمة ما تعلمون وقد شاركت أيضا عشرات الآلاف من أنصار مجاهدي خلق والمقام الإيراني ما هو تقييمكم وتفسيركم بهذه التظاهرة يعني سيد الكريم مثل يقول الأحباب تلتم والمحبين يلتموا والمناضلون يلتمون يعني وكل من يؤيد هذه القضية هذا العدد الهائل والكسيف والمنظم والمسؤول بصراحة هذه أهم نقطة المسؤول يدل على أن فعلا من يقوم بهذه التظاهرات والرسالة والهدف الذي يجمعهم هدف نبيل للغاية ليس هو فقط أوله فعليا تحرير إيران من هذا النظام الإرهابي وليس آخره التضامن وإرسال رسالة واضحة لكل شعوب الأرض التي تحاول التحرر من هذه الطغمة الطغمة المجرمة الإرهابية التجمع الذي شاهدناه في برلين وسابقا في باريس وأيضا في العديد من المناطق الأخرى يدل على مدى قوة هذه الحركة في التنظيم في التعبئة في الحضور وحتى في الداخل الإيراني كان لها حضور كبير للغاية تزامنا مع وقت وانعقاد المؤتمر نعم طيب أستاذ أحمد سؤال مهم أن نطلع على داخل إيراني أنتم مطلعين على مشاركة ودعم وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الداخل إيراني للمؤتمرات السنوية السابقة والحالية هم مواطنين من داخل إيران ويعني يقومون بأنشطة مناهضة للكبت والقمع داخل طهران كيف تقيمون هذه المشاركة أو هذا التواصل في ظل وجود سلطة قمعية وقيود ورقابة متشددة يعني على وسائل اتصال والتواصل الاجتماعي وأيضا عقوبات قاسية تصل إلى حد الإعدام بحق من يتواصل مع منظمة مشاهدي خلق يعني أنا أذكر في القمة الأخيرة كان هناك عدة آلاف من المشاركات من وحدات المقاومة داخل إيران هذه المقاومة تنمو يعني تتطور من خلال وحدات المقاومة داخل إيران يوما بعد يوم وتشكل أيضا هاجس للنظام الحاكم كيف تقيمون هذه المشاركة في ظل القمع والسياسة الكبت الحكومية نعم سردية يعني صراحة كما تفضلت يعني من يواجه النظام الإيراني نحن أعتقد لدينا تجربة تجربة حية وهي مواجهة النظام السوري والذي هم يعني هم هم الشيطان يعني من أبناء شيطان واحد إن كان النظام السوري والنظام الإيراني والوقوف يواجه هذا الأنظمة صراحة بحد ذات بطولة خاصة في حال تزامن تزامن يعني على أن هذا النظام الإجرامي الإرهابي يسيطر على كل الأراضي يعني منطقة إيران السياسية يسيطر عليها فبالك من يجرؤ ويتظاهر أو يتضامن أو يشارك بهذا المؤتمر بأي طريقة كانت حتى ولو كانت بشعار بلافتة بعمل يؤرق هذا النظام صراحة هو عمل بطولي ويسجل لهم على أنهم شعب يضحي ويقدم دماؤه طلبا للتحرر ومحاولة لإزهاب هذا النظام الإجرامي ومواجهته بصدر عاري مهما كانت النتائج ندرك ونعلم أن العديد من من هو منتسب لحركة مجاهدي خلق فقط لأنه منتسب ممكن أن يعدم فورا يعني أن يتلقى حكم الإعدام في إيران دون محاكمة أو ضمن محاكمات سورية فصراحة كل من وقف وكل من تضامن وكل من ظهر وكل من أيد وكل من شارك هو بطل حقيقي ولا يريد فقط الحرية لإيران بل يريد أن يكون نموذج يحتزى به لكل الشعوب التي تحاول التحرر من طواغيطها خاصة خاصة الدول العربية التي تسيطر عليها إيران من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى غزة إلى اليمن إلى العديد من المناطق التي يسعى النظام الإيراني لتخريبها إن كان في أراضيه أو إن كان في الأراضي العربية الأخرى نعم سؤال خير أستاذ أحمد موضوع مهم أن نصلت هو خطاب سيدة مريم رجوي رئيس الجمهورية المنتخبة من قبل المقامة الإيرانية للمرحلة الانتقالية أنتم استمعتم لخطابها في مؤتمر القمة السنوية كيف تقيمون كلمتها في هذه القمة وكيف رأيتم أيضا موقف الحضور وبشكل عام موقف حضرتكم وموقف الحضور من برنامجها المكون من عشرة مقاط لمستقبل إيران الحرة غدا نعم نعم صحيح يعني صراحة السيدة مريم رجوي عندها ابتسامة بصراحة تستطيع أن تخترق بها حصون كل أعدائها وكل من يحاول أن يزعزع أو يحاول أن يشوش على حالتها التحررية صراحة بابتسامتها وبحضورها وبكلماتها وبخطابها تستطيع أن تلهب القلوب وتستقطبهم لصالحها الكلام والخطاب الذي تفضلت به السيدة مريم رجوي كما عودتنا دائما خطاب واضح يوصف الحالة الإجرامية لهذا النظام المجرم يوصف حالة الاعتقالات يوصف الحالة الإقصائية يوصف حالة الإجرام الذي يقوم به هذا النظام الإيراني إن كان في إيران أو على الطريقة العابرة للحدود يوصف حالة استقبالها للضيوف الضخمين والذي لهم وزن ثقيل على المستوى العالمي باحترام وتقدير صراحة متناهي افتسامة السيدة رجوي قادرة قادرة على أن تقهر النظام الإيراني وكل رجالاته في كل لحظة من ظهورها فبالتالي السيدة مريم رجوي هي رمز هذه الحركة التحررية والتي هي فعلا تعبر عن المرأة القوية الحديدية يعني إن صحها التعبير التي فعلا يعني يتعلم منها وتستنبط الدروس من مواقفها ومن طريقة تعاملها العمل الجبار الذي ليس أوله تنظيم هذا المؤتمر وليس آخره حضور السيدة رجوي هو المنظومة الكاملة التي تقوم عليها حركة مجاهدي خلق لإحداث لإحداث ونقل الصورة الحقيقية لشعب يبحث ويريد التحرر من هذا العدوان الغاصب الذي ليس لديه أي انتماء لهذه الأرض المباركة ولهذه الثقافة العريقة والتي هي منطقة إيران السياسية موقفكم فقط بقي نقطة عن برنامجها المكون أيضا من عشر المقاطل صحيح برنامج واضح واضح مباشر يعني النقاط العشرة المعروفة التي تطالب بالانتقال السياسي والتي تطالب بإعادة الحقوق وإخراج المعتقلين يعني كلامه هو مشروع بناء دولة كاملة متكاملة إنشاء علاقات متوازنة الانسحاب من كافة الأراضي التي تحاول إيران السيطرة عليها يعني مشروع كامل متكامل أستاذ ضياء يعني أعتقد أنه هو مشروع قيام دولة حقيقية دولة متوازنة تعتمد على ذاتها لديها اكتفاء لديها علاقات متوازنة مع الجيران وليس دولة عبسية دولة تخريبية تخرب تخرب في أرضها وتخرب في العديد من دول العالم وأيضا حتى في أوروبا وبأي مكان تستطيع الوصول إليه بطريقة شيطانية مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد ابتزازية للعديد من الحوادث التي لربما شاهدناها في التاريخ من تغول هذا النظام الإيراني ضد معارضيه في أي مكان على الأرض نعم طيب أستاذ أحمد مراد لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة المميزة إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل على وقتكم ووجودكم معنا وتقديم هذه الرؤية القيمة والواقعية نقدر وقتكم ومشاركتكم معنا في هذه الحلقة على أمل اللقاء في حلقات أخرى وبهذا نختتم حلقتنا اليوم من برنامج بودكاست نشكركم على المتابعة ونراكم في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم اشتركوا في القناة